مواقف وعبر يقول الشيخ أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى إني لأخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا ورأيت لله علي فيه نعمة أو لي فيه عبرة أيها المسلمون الكرام الكون من حولنا مليء بالآيات وشواهد الخلق التي تحيط بنا في أنفسنا وفيما حولنا لا حصر لها ولا عد ونعم الله عز وجل التي أنعم بها علينا أيضا لا تحصى ولا تعد مطلوب من المسلم أن يتعرف على خالق هذا الكون ومدبره بالنظر في هذين الأمرين فيما حوله من آيات السماوات والأرض والبحار والجبال والأنعار والثمار والحيوان والأسماك وما إلى ذلك آيات الله عز وجل لا حصر لها وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وهذا على سبيل الذنب إنك تشوف الآيات ولا تنظر من خلالها إلى خالقها تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل وقد خط فيها لو تأملت سطرها ألا كل شيء ما خل الله باطل والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك فانظر إلى آيات الله في كل صغيرة وكبيرة في أدق الأشياء وأعظمها هذا هو حال المؤمن لما بنقرأ في أول سورة الجاثية إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السلام من رزق فأحيى به الأرض بعد بوتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون فآيات كثيرة لقوم يوقنون للمؤمنين لقوم يعقلون أفسرت الروم وفي غيرها من الصور آيات لا حصر لها في نفس الوقت النعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة بصرك سمعك قلبك كبدك قدمك فكرك عقلك ولدك زوجك مالك كل شيء في هذه الدنيا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها المطلوب من المسلم أن لا تمر عليه هذه الآيات وهو يطالعها ويراها ليل نهار تحيط به من كل جانب ويسبغها الله تبارك وتعالى عليه من مهدي إلى لحنه ومن عرشه إلى فرشه ومع ذلك كأن الأمر لا يعنيه في شيء هذا مما لا يليق ومما لا ينبغي إنما ربنا وصف في كتابه الكريم العقلاء فقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار هذا هو طريق معرفة الله تبارك وتعالى أن نستدل بالمخلوق على الخالق وبالصنعة على الصانع وكلنا يحفظ الرجل الذي كان يسير في البادية أو في الصحراء فكان يقول البعر تدل على البعير والقدم تدل على المسير فبحار ذات أمواج وأرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج أفلا يدل ذلك على العليم الخبير ما أحوجنا إلى أن نتذكر عظمة الله وجلال الله وقدرة الله وإبداع الله سبحانه وتعالى فيما بين أيدينا من نعم هذا ما نتعلمه من مثل هذا الموقف وقد سار على هذا سلفنا الصالح فكان سيدنا أبو ذر عامة عبادته التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى وسئل بعض السلف عن أفضل عبادة فقال عبادة التفكر التفكر وأنت تأكل وأنت تشرب وأنت تنام وأنت تتحرك ما من وضع تنتقل فيه من وضع إلى آخر إلا وتجد نعم الله تبارك وتعالى عليك وفضل الله تبارك وتعالى عليك يعمك من كل جانب فنسأل الله تبارك وتعالى أن لا يجعلنا وإيكم من الغافلين وأن يجعلنا ممن يستمعون القولة فاتبعونا أحسنة وصال اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد نبيل أمي وعلى آله وصحبه وسلم وكذاكم الله عنا خيرا نتعلم منها الحكام نرقى بها دوما ونكون خيرا الأمم